ابو طاري العسوي كان قال حاجة في نهاية حديثه قبل الفاصل انه بدأ فيه لعيبة شباب بتطلع في فرقة الإسماعيلي واحنا لو تفتكروا السنوات المضايا والشباب بيطلعوا ايه اضطراريا قايمة مقفولة ما فيش فيقف قيد ما عندكش عناصر كبيرة كتير فبتبدأ تطلع شباب مضطرا فالشباب بيطلعوا ممتازين فنرجع تاني نقول يا سلام على الإسماعيلي اللي بيطلع المواهب الإسماعيلي بدأ تاني يطلع مواهب زي ما قلت يا كريم بص النهار دا انت كنت زمان احسن قتعنا شئين في مصر طلع من عندك بقى حمص وطلع من عندك حسنا عبد الرب وعبد الله السعيد وعبد الله الشحات واحمد فتحي يعني كتير كتير وجبت يعني محمد عبد الله وجبت عمر جمال وجبت معتاسم سالم وجبت كان قابليه محمد إبراهيم وسيد معوض من ألمونيوم بركات كان جاي من السكحة دي وعملوا مقاونجوم مصر طول عمر الناس بيلي بيعتمد على كده على الولادي النادي والعين الخبير اللي بتطرف تجيب اللعيبة بالدرجة التانية أول ناشئين سنة 15 سنة 17 سنة فتحي أخد الدوري سنة الدوري ما كانش تكمل 17 سنة 17 سنة 17 سنة وراح منتخب مصر وراح منتخب أحمد فتحي السنة اللي بعديها لعب أربع منتخبات مصر يعني لعب شباب وناشئين وأولوبي وفرق أول لعب منتخب أول 18 سنة و17 سنة مع كبتل محمود الجوري وبعد منه حسني وبعد منه عبدالله السعيد يعني طول عمر ناس مين عنده أولاده هي الزخيرة فالنهاردة ما يطلع لك عسألاني لعيب ممتاز يطلع لك محمد نصر لعيب ممتاز يطلع لك عمر الساعي لعيب ممتاز مروان أخيرا نادر يا رب بس ما نساش حد هذه خمسة ستة هدول كمان مشروع في المستقبل تستثمر أما لو فتح القيد بقى على اللعيبة دي يجيب ثلاثة أفارقة بقى فرز أول وبعدين تجيب خمس ستة لعيبة خبرات نجوم من دور المصري وبعدين تجيب بعد كده تعدي بس نادي يجيب أربع خمس لعيبة أحسن لعيبة خمس لعيبة في الدرغة الثانية إسماعلي خوف يرجع خوف تاني تعمل خطة لمدة من ثلاث سنة إلى ربع سنة الناس من يرجع تاني بإذن الله المنافسة على الدورة بإذن واحد أحد بس إحنا لازم نبقى في صراحة لازم نبقى واضحين لازم نقول لجمهور الإسماعيل ونقول لناس نعرفهم الحقيقة أنتوا لازم تساندوا النادي أنتوا رقم واحد النادي مش هينجح من غيركم أحط نفسي مكان مشجع للإسماعيل وأقول لك يا كابتن أبو طالب أنا السنين اللي فاتت دي اتقالي نفس الكلام هكلامك بصراحة وإحنا بنبيع نجوم الفريق عشان الفرقة محتاجة فلوس ومحتاجة مش عارف إيه وفجأة يبيع أبرز نجوم الفريق وفجأة مبقى شفيتها تايمات ومفيش أي حاجة والإسماعيل يقع فيقول لك إحنا هنعيش نفس الحكاية تاني بتسمع كده صح؟ حلو القص إيه بقى كابتن الكريم أن مجالس إدارات مفيش استقرار في مجالس إدارات فكل مجالس إدارات بيجي هو طبعا عاوز يخدم النادي وعايز يهم الأحسن الحاجة من النادي من المفترض طبعا لكن بيبقى فيه فترة فيها توفيق وفيها فترة فيها عدم توفيق فترة بيبقى جنبك ناس مخلصين يقدروا يخدموا ويجيبوا لك أحسن لعيبة للنادي وتقدر يجيب لعيب يليق بالنادي الإسماعيل لعيب يحقق طموح جمهور النادي الإسماعيل لعيب يقدر يرجع الاسم الكنز اللي أنا بقول لك عليه الأجيال العظيمة الدهبية كتير المرد في تاريخ النادي الإسماعيل لكن بتحصل أن أنت بيحصل عكس الكلام التعاقب بالإدارات بيبقى فيه لعيبة مش على المستوى بيبقى فيه ناس بتخش في السكة كده ربنا يسمحها تجيب لعيبة بقى طبعا بتبقى بعيدة كل وبعد عن النادي الإسماعيلي لكن إذا ربنا قرم يعني أنا بقول طول عمر بقول يعني من المجالس إدارات دايما هي الرقم واحد مع الجماهير مع الجهاز أن أنت اللي فيه لك القرار صحيح أنت اللي بتقدر تقول آه بتشاكل لجنة فنية صح تقدر تجيب لك أحسن لعيبة بيبقى عندك يعني بعض نظر بتقدر أنت تواجه وتصرح نفسك وتصرح الناس أنه عندي مشكلة كذا وكذا وكذا عايز أعالج المشاكل دي فأنا محتاج مساندة ومحتاج الدعم تقفوا جنب عشان أقدر أجيب لعيبة تسد الكلام ده فلازم بقى فيه صراحة لازم بقى فيه ناس تقدر تجيب لعيبة صح أنها تبقى جديدة أنها ترتدي تشيرتي النادي الإسماعيل صحيح وتحس بجمهور النادي الإسماعيل صحيح يبقى عنده الطموح أن يرجع مجد النادي الإسماعيل النادي كبير جدا على مستوى مصر أو وطن عربي أو أفريقيا فهي دي لكن أنا بقولك أنا كنت بقول السنة دي نشرح منها تبقى آخر أزمة للنادي إسماعيل بإذن الله هتعدى على خير إن شاء الله إن شاء الله اللي جاي بقى زم بقولك كده بإذن الله الاربع سنين. ها. هيرجع على اسماعيل ان شاء الله. الله. بإذن الله. كنت انا بطالب حقيقي انا بشكرك جدا 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 على هذا الحوار. الله عزيز. انت انا شخصيا خدت طاقة ايجابية. انا انا فرحت بالاسماعيلي النهار. طبعا ان شاء الله. انا كنت ازعلان على الاسماعيلي. طلعتين النهاردة شايف الاسماعيلي ان شاء الله. بيقدى اداء جميل. صح. وبيلعب كرة حلوة. صح. وعنده ولاده يعني الصغيرين وعنده جهاز فني محترم جدا. كانت نهابه الجهاز الفني كله. صح. عنده جمهور جميل. طبعا. بيفهم وبيحب الكرة بيعشاء الكرة. بيحب نديه وبيعشاء نديه. طبعا. فهي كلنا مجلس ادارة فعلا بيعمل كل حاجة عشان ينجح المنظور. صح. فاحنا معاهم. ربنا يكرمهم. شاء الله.